هي نوع من العناكب السامة جداً، سمها نادر وخطير للغاية، ولشدة خطورته قد يقتل البشر. هأناك عادة اليومية أقوم برعاية النباتات والاعتناء بها، رأيت شيئاً أسوداً صغيراً يتحرك بين شتلات الجوز. يا إلهي، إنها شباك العنكبوت، ما هذا النوع يا ترى؟ بدأت بهز الشباك لأوهم العنكبوت أنه يوجد فريسة عالقة بالشباك، فحينها يخرج وأراه. ها هي، يا إلهي، يبدو أنها عنكبوت الأرملة السوداء السامة. حان وقت الإمساك بها، أحضرت هذا المطربان الزجاجي والملقط لسهولة إمساك العنكبوت والسيطرة عليه. علي أن أتوخى الحذر. ها هي، ولديها أربع كياس بيض أيضاً. تعالي إلى هنا يا عزيزتي. انزلي، هيا انزلي، أحسنتي. من حسن الحظ أنها الأرملة السوداء الكاذبة، وهي من ذات فصيلة الأرملة السوداء الحقيقية، لكنها أقل خطورة على البشر. حيث تتميز الأرملة السوداء الحقيقية بوجود بقعتين حمراء اللون أسفل البطن، تشبه الساعة الرملية. يوجد أربع كياس بيض، يحتوي كل كسم من هذه الأكياس على ما يقارب المئتي بيضة. تفقس العناكب في فصل الصيف، وتثبت في الشتاء، وتصل إلى سن الرشد في بداية الصيف المقبل. هذه حشر ميتة، واسمها البق النتينة، أو البق الدرعي المخطط، وجدتها في الشباك. تقوم هذه العناكب بإصطياد فريستها بكل سهولة، فبعد أن تقع في الشباك، تأتي الأرملة السوداء وتلدغ الفريسة، وتبدأ لفها بخيوط الحرير. ها هي تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد عشر دقائق. ثم تمرر بأنيابها أنزيمات هاضي ما تحول الجثة إلى سائل، من بعدها تقوم بامتصاصها. وسبب تسميتها بالسوداء هو لونها اللامع الأسود القاتم، مع بعض نقاط حمراء أو برتقالية، والذكر لونه أفتح من لون الأنثى، وحجمه أصغر. أما تسميتها بالأرملة، فبسبب أن الإناث تأكل شريكها بعد التلقيح مباشرة، وذلك لتعويض البروتينات التي سوف تحتاجها في فترة الحمل. إلى اللقاء يا عزيزي، أنت من أتيت على قدميك. متوسط عمر الإناث ثلاث سنوات، وأما الذكور من شهر إلى شهرين فقط. الأرملة السوداء هي أشد العناكو سمية، وحسب عدد من خبراء الأحياء فإن سموها أقوى من لدغة الأفعة بخمسة عشر مرة. لدغتها كوخزة الدبور، ولهذا السبب غالبا ما يستهين بخطورتها الأشخاص الذين يتعرضون للدغة. ومن حسن الحظ أنها لا تلدغ إلا إذا شعرت بالخطر. هذا النوع من العناكب يحب العيش في الأماكن المظلمة والمهجورة وبين النباتات. لهذا السبب سأضع لها بعض الأوراق والأخشاب. لا تقلقي يا عزيزتي، فأنت في يد أمينة. بعد أيام قليلة قامت ببناء شبكة وقتلت الحشر التي وضعتها لها. ما رأيك أستاذ جمال العموازي؟ هل تستبدلها على أفعى فلسطين؟ اشتركوا في القناة